في الشأن الإيراني أيضا أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن المسؤولين السياسيين في الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا سوف يجتمعون خلال أيام في نيويورك لبحث فرض عقوبات جديدة على إيران وقالت كلينتون أن الإدارة الأمريكية ترى أن العقوبات الجديدة يجب أن تركز على القيادة الإيرانية من جهته طالب الاتحاد الأوروبي إيران مجددا بقبول العرض الدولي بنقل مخزونها من اليورانيوم إلى الخارج لتحويله إلى وقودا نوويا تستخدمه طهران في أغراض سلمية القيادة الإيرانية من قمتها هي هدف العقوبات الدولية الجديدة التي تلوح بها الولايات المتحدة فرغم أنها لم توط ظهرها بعد للوسائل الدبلوماسية الساعية للتفاهم مع إيران حول ملفها النووي فإن رؤية أمريكا تستبعد أي مرونة في الموقف الإيراني في المرحلة الحالية ما دفعها للترتيب لمباحثات مع بقية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا حول دفعة رابعة من العقوبات عقوبات تقول وزيرة الخارجية الأمريكية إن الرئيس باراك أوباما يسعى لأن تكون أكثر ذكاءا في استهداف ما توصف بالقائلة السياسية والتجارية للقيادة الإيرانية سيعقد اجتماع لمجموعة خمسة زائد واحد خلال الأيام المقبلة وننتظر معلومات بهذا الخصوص من الاتحاد الأوروبي الاتحاد بتشكيلة فريقه الجديد المكلف بملف السياسة الخارجية لا يبدو متفائلا بأن إيران ستقبل العرض المطروح حاليا وهو عرض يقضي بأن تسلم إيران معظم مقزونها من اليورانيوم منخفض التغصيب للخارج وفق صيغة يتفق عليها ثم يعاد إليها وقودا نوويا لاستخدامه في الأغراض السلمية الموقف الإيراني لا يزال غامضا فهو أحيانا يقبل المبدأ وأحيانا يفرض بعض الشروط ثم يعود ويلوح برفض العرض وخلاصة هذا الموقف في الوقت الراهن هو أنه ربما ينتقص من كرامة أمة إيران والمكانة التي يستحقها كما يكرر رئيسها كل ما واتته فرصة هذا الموقف إجمالا لا يراه الاتحاد الأوروبي كافيا لإثبات حسن نوايا إيران وراء برنامجها النووي لدينا قواعد دولية وأن أرادت الدولة أن تعامل بالطريقة التي يستحقها تاريخها وجغرافيتها وشعبها فعليها أن تعمل معنا العمل مع أوروبا أو غيرها مشكلة تستاصي على الحل بسبب فقدان الثقة بين دولة ترى نفسها مستهدفة لمنعها مما تعتبره أبسط حقوقها وقوى دولية وإقليمية تخشى نوايا تلك الدولة المتهمة بالمروق والسعي للهيمنة عامر سلطان بي بي سي